15 يوما فقط مهلة منحها الرئيس الفرنسي لممثلي الديانة الإسلامية في بلاده لوضع مثاق يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية وعلى أن الإسلام دين في فرنسا وليس حركة سياسية وأن ينص على إنهاء الارتباط بالخارج وأمواله ماكرون يسعى إلى تشكيل مجلس وطني للآئمة يأمل من خلاله أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود ثلاثمائة إمام أجنبي في فرنسا يفدون منذ سنوات من تركيا والمغرب والجزائر وقت قصير جدا بحسب عميد مسجد باريس الذي كان حاضرا في اجتماع الإليزي غير ممكن مثلا أستقبل هنا في المسجد الكبير حوالى 120 إماما من الجزائر لا يمكن استبدالهم بآئمة آخرين في العام 2024 إنه أمر مستحيل يجب علينا العمل في العمق والمضمون وهذا يحتاج عشرين عاما مجلس الأئمة الجديد مخول بإصدار التصريح للزملاء الجدد وسحبها منهم إذا ما خرقوا ميثاق قيم الجمهورية وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية كما يتعين عن الخطباء والأئمة والدعاة الإلمام باللغة الفرنسية وقضية تكوين قضية استراتيجية التكوين كل جمعية رأي تكون في أئمة كل منظمة تكون أئمة لكن محتوى نتعلم مواد واحد ما عنده الطلاع ثانيا بعد تكوين يطرح مشكلة الراتبة شكون يوظفها الإمام أنا نظن باللي حملة انتخابية الإليزي أكد أن الاتحادات الإسلامية التي اجتمعت مع مكرون تمثل غالبية مسلم فرنسا لكن ثلاثة منها وبحسب مكرون لا تعتمد رؤية الجمهورية خلال لقاء الرئيس الفرنسي بممثلية الديانة الإسلامية أبدى مكرون زعاجه من غياب التضامن الدولي مع بلاده على غرار ما حصل العام 2015 مكرون قال أن هذا يدل على التباعد بين باريس وبعض العواصم الإسلامية لذلك يجب العمل سريعا على ردم هذه الهوة بين كل الأطراف محمد الحجي العربي بني